هو اللي حصل في 2011 كانت تعمل ليه؟ عشان الناس كانت عايزة تعيش وكانش فيه أمل وكان التشخيص اللي بيطرح من المفكرين والمثقفين والسياسيين والإعلامين ما بينطبخش على الواقع أخوال للبلد خسبي أبو هدوه سنة 477 مليار دولار البلد اللي بشاء تابك مش شايفين ده صح طب لما انتو عملتو كده احنا كلنا المصنين عملنا كده طب مش لما تكسروا تصلحوا المفروض نتصلح نتصلح نحاول نصلحوا مش تقول لي يلا صلح وريني وريني همتك لا نصلح جماعة انت مش عايب شغلك ليه؟ التعليم بتاعك ماله كده المستشفى بتاعك مالها خربانة ليه مش الله 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 ده انتو اللي عملتوه ده أنا بصلح اللي انتو عملتوه اللي قصرتوه أو اللي ما اللي كان فضل وقصرتوه هايزا رجعتين انت تقول لي إيه الالم ده واللي بيفهم كتير يا يوسف بيتعذب واللي بيفهمش مرتاح اللي بيفهم كتير يه يتعذب واللي ما بيفهمش مرتاح أول سحيح هاي استوى سالتاني ينفع ما قولك للصبح يا سلام أنا كده كده خلاص الباب التربس علي من جوه خلاص كوي الحمد لله احنا بايتين هنا في المفهما سفير بس ليا الشرف سيد رايس الناس برضو بتيجي تتكلم تقول طيب يا جماعة احنا عايزين نعرف المستقبل بتاع الصناعة في مصر احنا في مصانع كانت متوقفة مصر مش واخدة مسارات في خط التصنيع او تنمية الاستثمار اقفل وهكملك اهو اسمع بقى اسمعين بص يوسف حصل للصناعة ثلاث هزات الهزة الاولانية في احداث 2011 2013 خرجت مصانع من الخدمة خرجت ايه؟ مصانع من الخدمة اه ليه انت عامل مصنع مناء على دراسات جدوى وعلى فرص واخدة من البنوك وعلى تشغيل لما خدت دربة مستحملتش وده مش عيب انك انت مستحملتش هو العيب انك خدت دربة او تاني فضل فان انت مش عيب انك انت مستحملتش العيب انك انت خدت دربة والدربة دي انت مش انت السبب فيها الظروف السبب فيها زي الظروف كورونا كده زي الظروف الحرب الروسية كده صحيح خدت بالك دي واحد اين من اتنين دي اللي لقى الدربة الاولادية يبقى 11 ويه و13 11 و13 بايب في بعض المصانع كانت دراسات الجدوى بتاعتها اه يعني مش ضخيقة يعني الناس احطت استثمارات ولكن الجدوى بتاعتها مش موج انا ما كانش ممكن يكمله الناس انا بقديرك قضية الصناعة اللي هي اه اللي انت بتتكلم عليها ايوه طيب دي اول ضربة الدربة التانية في 2016 لما تحولت من 8 دولار 8 جنيه دولار ل16 عملت تحرير سعر الصر عثر بعض المصانع لجت نتيجة تغير سعر الصر